بسم الله الرحمن الرحيم تنجحوا. تجيبوا علامات عالية بتلوجيهي. طيب. اول شغلة بنا نتكلم بها طبعا. اي عندنا الدرس الاول. اللي هو تقدير نائري. والقياس الستين. القياس الستين. طبعا انتم تعرفوا اشيه الزاوية. مايش الزاوية؟ الزاوية. ايش عالي بالزاوية؟ الزاوية. ايش هي الزاوية؟ الزاوية جماعة. الزاوية اللي هي عدارة عن شعاعين بنطلقه من نفس نفس النقطة. ايش الزاوية؟ شعاعين بنطلقه نفس النقطة. اتحاد. اتحاد شعاعين. لهما نفس نقطة البداية. شعاعين بنطلقه من نفس النقطة. كيف يعني؟ انا مسألوا انا عندي هيك. هذا شعاعي. هاي شعاع. اي واحد. وهذا كمان واحد. هاي شعاعين بنطلقه من نفس النقطة. هاي شعاع. وهذا كمان واحد. وبنتلقه من نفس النقطة اللي هي مسلا لو سميناها لو سميناها نقطة نقطة البداية. وهذا مسلا بسميه با. وهو. هون با. وهون. وهو. وهون جاي. ازا لما عندي هون شعاعين. ايش الشعاع الاول? الشعاع الاول مين هو? الشعاع الاول الاف? الاف؟ ي البدايته كالفي nelle وايته كالفي؟ كالفي زمارد ايه نهاية التالف الشعاعي التالي لهم نفس نقطة البداية السمازة الشعاعي مريز-رخ Peak الزلعي الزاوي الزاوي فهذا طبق ضلع ألف بق ضلع وعندك ألف ألف جيب ضلع راس طيب و ألف ايش اسمها ضلع البداية ألف ايش اسمها نقطة البداية بالنسبة للزاوي شو اسمها راس الزاوي إبقى ألف راس راس الزاوي إبقى إذا أنا عندي هو ضلع وضلع ضلعي الزاوي ضلعي الزاوي و ألف ايش اسمها نقطة ألف؟ راس الزاوي خلنا نسمي الأضلع هاي واحد منه الضلع هاي بدي أسميه ضلع اكتدام هذا العاشر صح؟ لن نتكلم ليسا فيهش؟ ونفس الدرس هذا هو الدرس الأول في العاشر أو نفس الكلام في البداية بس العاشر ما عندهمش تقدير لا يرى التقدير ستين يبقى هذا ضلع ابتداء والضلع الثاني شو اسمه؟ ضلع انتهب إذا في عندي ضلع ابتداء و ضلع عاشر و ضلع انتهب ضلع ابتداء و ضلع انتهب ماشي يا جماعة؟ إذا الزاوية لو بدي عرف الزاوية الزاوية اتحاط شعاعين ينطلقاه ينطلقاه نقطة من نقطة البداية و نقطة البداية مما يسميها؟ محاس الزاوية و هدول يسمون شعاعين؟ ضلعاي ضلعاي الزاوية في شغلة اسمها الوضع القياسي للزاوية الوضع القياسي للزاوية اذا هكذا تنصروا من الموضوع الزاوية ايش هي الزاوية؟ عرفنا شو هي الزاوية ماشي في شغلة اسمها الوضع القياس الإزاوية ازاي بتكون في الوضع القياسي بس تحقق شرطين تكون تكون الزاوية في الوضع القياسي لها إذا تحقق شرطين. إذا تحقق إيش؟ شرطين. إيش الشرط الأول وإيش الشرط الثاني؟ الشرط الأول إذا واحد. رأس الزاوية ينطبق على نقطة الأصل. رأس الزاوية ينطبق على نقطة الأصل. إيش هي نقطة الأصل؟ صغر وصف. ماشي الفعل. صغر وصف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني؟ ضل معه. اللي بكداء ينطبق على محور السنات الموجب. طيب لو رسمنا محاور محورين زي هين؟ واح. Прigى ظاوية. ها للمحاور. طيب؟ ها للمحاور. طيب عمار. ابت اي جماعة طيب وغير ذلك الزاوية زاوية في الوضع القياسي كيف سأتسمى زاوية من الوضع القياسي ثم اطلع نتطع اي مكان زاوية اذا شلي بيفرق معناك رأس الزاوية تكون في الوضع القياسي ؟ رأس الزاوية resolution بالضką pH يكون رأس الزاوية من عنده نقطة الأصل تضلع الابتداع ومحور السنات الموجب مش السالة الموجب تضلع الانتهاء وما بدك؟ ممكن يكون ضلع الانتهاء ها تضلع الانتهاء وهاي الزاوية هيك وضع هيش؟ ممكن يكون هيك ضلع الانتهاء هيش مشكلة ممكن يكون هيك طيب هذه جدا ممكن يكون محاول؟ ها ليش لا؟ ممكن يكون هون ها تضلع الانتهاء ممكن يكون هون؟ ممكن يكون هون؟ ليش المشكلة يعني؟ ها هذه كلها هيش؟ الزاوية في الوضع القياسي يعني لو سمينا هون مثلا هذه الزاوية المقطة هاي سميناها المقطة الأصل واو سميت هون ألف با جين دا ها معاين؟ زاوية ألف وابا الوضع القياسي لا؟ الوضع القياسي ليش في الوضع القياسي؟ رأس الزاوية عاملقت الغلاس؟ ضلع الانتهاء ضلع الانتهاء 외وه عامل سناد الموجب طيب اليخ وابا جيب الوضع القياسي في الوضع القياسي تمام؟ عرفتش يعني الوضع القياسي؟ هسا ناول اسمت زاوية تانية زي هيك هاي الزاوية هاي وضل عندها زي هيك وحكيت لك هسا الزاوية هاي في الوضع القياسي؟ لا يزل لا مش في الوضع القياسي ليش مش في الوضع القياسي؟ رأس الزاوية مش؟ مش على نصة رأس رأس الزاوية مش على القياسي إذن هذا الزاوية هاي الزاوية مش في الوضع القياسي ولو رسمت الزاوية انني كمان زي هيك هاي ها الزاوية هاي مثلا سميتها ألف هاي الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية لا رأس الزاوية انطبق على محور السينات الموجر مفهومة هاي الزاوية سهلا ما هي الزاوية؟ هاي الزاوية ضلع الامتداء ضلع عندها رأس الزاوية وضع القياسي للزاوية هذا الشرطية يكون رأس الزاوية على المطق الاصر الشرط الثاني ظل على الامتداء ينتبق على محور السينات الموجر الموجب. طيب سهل الشغلة هاي. طيب نيجي ل معلومة ثالثة هي معلومات بسيطة. القياس الموجب والقياس ايش؟ السالب. القياس الموجب والقياس السالب. ووصلنا عند القياس الموجب والقياس السالب. اكتبون؟ ماشي اكتبون. القياس الموجب والقياس السالب بالساوية. القياس الموجب والقياس السالب بالساوية. طيب. لو انا رسمت المحاور. زي هي. طبعا هاي معلومات بسيطة هي. بددة شيء يعني. حماية. يعني الحمد قوي. يعني لا تفكروا تقولوا الله دا تابع. لا لسا جاينا شغلات جميلة جدا. هذه الوحدة. الوحدة هاي من الوحد اللي يعني ايش. اذا تحط مخك فيها كويس. تحس زي هيك تبعوني الحشيش يعني. تحس. بس مش حشيش طبعا يعني. تعبي راسك يعني. تعبرا واحدة بتعخذ الراس. طيب. حكينا مسلا هون. هادا ضلع مين اتبقنا. ضلع الابتداء. هاي ضلع الابتداء. هادا ضلع الابتداء. هادا ضلع الابتداء. بدأ سميها المقطعين مثلا. واو. وهذا خليز مويش. هلق. حسا ضلع الابتداء اعتبره ثابت. ضلع الابتداء. اعتبره ايش? ثابت. ما بتحرك. هادا ضلع الابتداء. هاي. هادا ضلع الابتداء. عميحور السنات الموجه. هادا ضلع الابتداء. عميحور السنات الموجه. وهادا ضلع ايش? الانتهاء. هادا ضلع الانتهاء. اعتبره ضلع الانتهاء هنا. ما عوضي. خلاص? بدي اتخرك انا ضلع الانتهاء. بدأتحرك. عشان تصير الزاوية عندي. هسا الزاوية اتش قياسها? صدر. الزاوية اتش قياسها? صدر. صح ولا لا? الزاوية اتش قياسها صدر. هذا. هيك عكس عقارب الساعة. صاحا فهادي ساعة رقمية فيش فاع هل حفظ ماشى? هاي. هادي عكس. ع عق comfortable الساعة. عكس عقائ Fl те быكون الانقياسtar موجه. بكون انقياس هايش? موجه. يازا كنا الدوران. عكس على قارب الزاعة موجه. عكس عق 처음 01202020202010. يبقى هون لو ححبنا كتب يعني انشاء الله. انقياس الموجه mentality?hoo. ضلع. ضلع الانتهاء بتحرق عكس. يبقى القياس الموجب دوران عكس عقارف عكس عقارف السالب. طبعا القياس السالب واضحة. اه? مع عقارف. مع عقارف السالب. ماشي الحال؟ فخلينا ارجع هيك. يبقى انا او انضلع الشو اسم هو؟؟ ابتداء. وانطبق عمقارف السناد الموجب والوضلع الانتهاء. حكيت هذا عكس عقارف الساعة ولا ما عقارف الساعة؟ عكس عقارف الساعة. هكيش قياس إذاوي ايه؟ 90. هيك 90 صح؟ طيب بعد ما تحرك هكيش الزاوية هيك؟ 180. فنا نجيب من البداية. قديش كراسة ساوية هيك صدر هيك 90 طب هيك 180 هيك طب هيك طيب هيك 360 هيك 360 طورة كاملة طيب هيك لا أنا بعد ملف هي لفة جديدة ملفت لفة أولين إحنا حكينا هيك صدر 90 72 360 كمل 450 450 كمل 540 كمل 630 كمل 720 720 طيب يبقى كمان مرة طيب لفة كاملة كاملة 360 360 لفتين 720 720 لفة كاملة 360 لفتين 720 720 طب مص لفة 180 ربع لفة 90 ربع تسعين ربع تسعين الربع بتسعين الربع بكام بتسعين طب كنا نتحرك إيش هسا؟ عكس مع Biology عقرب الساعة مع وأقرب الساعة مع أقرب الساعة هيدراع ليش؟ البتداء ضل مع الانتهاء الآننا بتحرك إيش؟ Maximum معه ولا العكس؟ Maximum معه عقرب الساعة طبعه معه كرد طبعه هايك سالب 90 سالب 90 سالب 90 هايك سالب يطبني هايك سالب 0 ولما تكمل طاقة سالب ثلاثين وعشرين. طب لو لفيت لفيتين مع قرر السعر. سالب سبعمية وعشرين. سالب سبعمية وعشرين. سالب شغلتك. نحب الشغلتها يكتر لنا منها. ماشي ايك؟ يبقى هادا قياس موجة في عند قياس موجة بقياس سالب. خلان لفك على المحاور هادول. لفك على المحاور. يبقى عنا هون واقف هون. الزمي هون كام؟ سفر. سفر. طيب. خليكم معك. وصلت هون. يا هون. سفر. صحياني سهائين. weren't we ? десяين. بسعين درجة. وصلت هون. شو صبعت.MIة وتمانين. ايبقى سفر. سسعين. مسعين. مسعين. ماشي. سفر الميتين وسبعين. T vidéo. تبقى. ماشي؟ تchain وسبعين. تلات وسبعين. هيك? تلاثمية Vader. تلاثمية وستين ت dessaي درجة. هي دورة كاملة دورة. كاملة. دورة كاملة. لفك كمان تلاثمية وستين توصل هون. اكيش؟ veramente خطير. تلتمية وستين زيد على تسعين أربعمية خمسين درجة لفت هون أربعمية وخنسين زيد تسعين تبسمية وارفعين لفت كمان ستمية وثلاثين كم؟ ستمية وثلاثين درجة هون سبعمية وعشرين سبعمية وعشرين درجة لم تفت لفت كمان عاد خلّك لفت زوابيتك لحد ما تضخوا طولها طيب هذيك هون عكس عكس عقاري بالساعة قياسش موجب عكس عقاري بالساعة قناس موجب إزا بيتدليل في الآن مع عقاري بالساعة سلس بطلع القياس السالب بس نفس القصة أقولك نفس القصة كيف يعني؟ بنت أبدى من هون أرب لما أوصل هون قد السعرى الساعة سلس سعين لما أوصل هون سالب 184 لما أوصل هون سالب 72 لما أوصل هون سالح ثلاثمية وستين. طبعا مع بعض الزوايا الزوايا ممكن زوايا كتير عدد لا نهاية من الزوايا. ضل على الانتهاء يجي اضل على الانتهاء. يعني شوفوا هي الزاوية اللي قياسة تسعين. والزاوية اللي قياسة كام? اربعمية وخنسين. والزاوية اللي قياسة كام? سالة مدين وسبعين. وين بيجي ضل على الانتهاء? المحور صلى الله عليه وسلم وجهة. ما في مشكلة. بشتركوا بضل عليها. ضل على الانتهاء. ضل على الانتهاء بيطبقها ضل على الانتهاء. زوايا متكافئة يعني. زوايا ايش? متكافئة. مثلا هون. الزاوية اللي قياسة 180. ضل على الانتهاء بيجي على محور السينات السالب. والزاوية اللي قياسة 180. ضل على الانتهاء بيجي على محور السينات السالب. والزاوية اللي قياسة 540. بيجي ضل على الانتهاء على محور السينات السالب. وهكذا. سهل لهاي الشرق. اذا فعلي انت قياس موجهة بقياس ايش? قياس سالب. يعني لما تلف. ضورة كاملة ترجع زاوية محلية. كمان من دورة ترجع محلية. كل دورة ماومة كانت تلك سائفة. ففي زاوية متكابهة. فالزاوية مثلا لن أعطني السؤال حكيالي الزاوية هاي وين بيجي يضلع الانتهاء التبعة? بعطيني الزاوية. أحكي لي وين بيجيonta l- amtihag طبعاً المحاور اللي عندي هون من صبر لك يا جماعة؟ تسعين هذا الربع ياش الأول ومن تسعين لأ مئة وتمئنين الربع ياش الربع التاني وين من الربع التالت؟ يبقى نأغل التاني التالت اللي هوها نكمل لك؟ من مئة وتمئنين لبتن وسبعين مئة وتمئنين لبتن وسبعين والربع الرابع بمثال 1، حدد الربع الذي يقع فيه ضلع الانتهاء، أو المحور الذي يقع فيه ضلع الانتهاء، يطلق عليه ضلع الانتهاء لكل زاوية مما يأتي. حدد الربع أو المحور. حدد الربع أو المحور. حدد وها مثال واحد صفحة مية خمسة وخمسين. حدد الربع أو المحور الذي يقع عليه ضلع الانتهاء كل زاوية. أخذ رقم واحد، حدد الربع 540، رقم الاثنين، حدد من سالب، ألف وطمانتاش ورقم ثلاث خاضط ألف وخمسمية وثلاثين طيب احنا نفطلنا شوية من هنا بس راح اكتلك ستين خمسة مية خمسة وثلاثين ستة مدين وعشرة سبعة ترتمية وثلاثين تمانية وهم باقع الضلع عهد كل هاته زاوية سبعمية وعشرين تسعة مدين وسبعين عشرة صغر داشر مثلا تسعين تسعين اثناش سابع مية وثمانين تلتاش سابع مدين تسعين خلص بكفة الشغلة يعني مش مش بهلاء أهمية مش هذا اللي بهمنا بس يلا نعرف ايش نعرف شغلتها يلا شوية شوية مبلش خمسمية واربعين هاي انتي جي خمسمية واربعين يا جماعة خمسمية واربعين خمسمية واربعين مجمية واربعين مجمية واربعين موجب ممكن انت شو تعبات خمسمية واربعين هاي كبيرة صح؟ اخسم منها ضوء اخسم منها ايش؟ ضوء يعني خمسمية واربعين نقص منها ضوء نقص تلاتمية وستين صفر اربعتاش نقص سلتر تمانية وهاي صارت اربعة مئة وثمانين صف طعو 180 الآن المئة وثمانين سهله وين الثمية وثمانين بديجهي محور السنات السليم لبا هاي بديجه عمحور السنات السالب محور السنات السالب يوما انتقلق عمحور السنان السالب اما بتغفت لحاد ما توصل خمسمية واربعين اما الخمسمية واربعين هيك كبيرة اكتير انتي ابن هو صارت مئة وثمانين 180 خلاص عرفنا. 180 ايه؟ عرفنا. طيب. هاد رقم واحد. رقم اثنين سالب. سالب الف وطمانتاش. هي هاد ايه؟ صغيرة كتير صح؟ صح صغيرة كتير. مصبوب. ايش نعمل؟ مصبوب دورة. الدورة الوحدة. الدورة الوحدة بكما يا جماعة؟ 360. دورتين. 720. صح؟ تلت دورة. 1000. 1080. تلت دورات ايش؟ 1080. معين؟ دورة الوحدة 360. دورتين 720. تلت دورات اش معهم؟ اش معهم؟ هاي دورتين زي تلت دورة. دورتين زي دورة. تلعوا كم؟ هاي تلت دورات. الزاوية هاي كتير صغيرة. صح؟ صغيرة كتير. بالسالب. طبع عشان تصير الزاوية هي كي كويسة زي اللي احنا بنحبها. ايش اعمل؟ ايش اعمل؟ زيد عليها كم دورة؟ هزيد دورة ولا دنتين ولا تلات؟ تلات. زيد تلات. ايش يعني زيد تلات؟ يعني السالب الف وطمانتاش وطلع كمان الف وثمانين. ها. يلا. طلع الجواب. زيد الف وثمانين. يعني صارت الف وثمانين ناقص? الف وثمانتاش. الالف مال. ثمانين ناقص سمانتاش. اثنين واش؟ اثنين وكام؟ اثنين وستين. اه اثنين وستين هاي كويسة. الربع الاول. اثنين وستين انا ربع. الربع الاول. سهلة جدا. يبا هاي رقم اثنين. الربع الاول. اللي يطلح حصل من صفر وكام؟ سفر وثمان. سهلة هاي؟ سهلة. اذا الزاوية كبيرة. ناقص منهم. الصغيرة للسالم. زيد عليها. تحول زاوية كويسة. طيب. رقم تلات. الف خمسمية وتلاتين. الف خمسمية وتلاتين. ناقص منها. هناقص منها كم دورة؟ اربع دورات. اربع دورات؟ اربع دورات. اربع دورات. هدول ناقص منها. اربع اربع اربعين. كيف عرفت الف الف اربع مية واربعين. شاي دورة؟ اه؟ وهي دورتين. اه تلات دورات هدول. دورة وتلات دورات. يعني تقريبا مطلعوا الف اربع مية. سمعين. وكم? واربعين. 1440 هدول كم دورة؟ 4 دورات. 360 دورة. 720 دورتين. 1080 دورتين. 1080 دورات. 3 دورات. 1440 دورات. طب أستاذ يعني أنا لماذا؟ في واحد يصل لقص دورة دورة. يعني نقص 360 بعدين 360 بعدين 360. يعني نقص أربعة دورات مرة واحدة. يعني 400. نقص أربعة دورات. 0. 13. نقص أربعة. 9. طبعاً هاي صارت أربعة. صدر سلو. إذا صارت 90. وين التسعين؟ محور الصلاة الموجب. يبقى هاي محور الصلاة الموجب. يا سلام. سهل جداً. طب رقم 64. الربع الربع الأول. إذا نزيدها ونلقصها هاي. لا لا لا. ماشي. الأول. طب 135. الثاني. اللي هي بين. بين التسعين والمية؟ وان مية وثمانين. متان وعشرة. تالت. التالت. الرابعة التالت. اللي هي اليوم حاصر بين. بين المية وثمانين. نحت سبانين. طب 33 وثمانين. الرابع. اللي هي اليوم حاصر بين المية وسبعين ومية وستي. طب 720. محور الصلاة الموجب. الموجب Él الموجب السابق مئة وتمانين سابق 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 سن السابق محور السناد السابق واحد يقول السلاح سالب 180 صغيرة سيد هاتها 300 و60 سلام وتطلع 180 سالب 180 سالب 180 يمشي معها قارب الساعة وطلع معها سالب 180 سالب 270 سالب 270 سالب سالب 270 يا جماعة صاد الموجة. صاد الموجة. ايوه صاد الموجة. لماذا صاد الموجة? لاندي مضلش في العنف الصدر وبمشي مع قارب الساعة. سالب تسعين. سالب مئة وتمانين. سالب متين. سالب متين وسبين. او زي ما حكينا سالب متين وسبين. زيد هضور. زيدها تلتمية وستين. تلتمية وستين. تلتمية وستين. تلتمية وستين ناقص متين وسبين. ايش بتطلع? تلتمية وستين. 90 وين؟ عقابة الصلاة عمي حور الصلاة المرجمة إذن هاي بالنسبة للقياسة شغلة إيش؟ سهلة جدا هدا بالنسبة حدد الربع أو ضلع إيش؟ أو ضلع الانتهاء سهلة هاي؟ مفهومة؟ إذن 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 حكينا الزاوية إيش هي الزاوية؟ ضلع انتداء ضلع انتهاء، رأس الزاوية بعدين حكينا وضع القياس للزاوية رأس الزاوية على نقطة الأصل وضلع انتداء الطبقة على محور السناد الموجة بعدين حكينا إيش اسمه؟ القياس الموجة والقياس السالب قياس موجة وقياس سالب ماشي يا جماعة؟ قياس موجة وقياس سالب متفقين أولا؟ متفقين، تمام؟ حلوة البدايات دائما أنا يروح أدا يكفي بداية الدارس بحس انه بصور بس نمشي جوه شوية زي ما حكينا لكم بتراجع أول بأول تحس رياضيات مادة سالة جدا بتقول أنا فاهم مش محتاج النراجع بعد فترة ليلة أمورك كركبت في دراسك وانتش قادر تسويش وانقذوني انقذوني طيب حددنا ياش الزاوية والمحاول طيب نقطة بعد هيك بحدد الربع الذي يقع في دراسك والمحاول هي خلاص خلصنا مني الان نيجي لشغلة اسمها التقدير الدائري والقياس الستين اللي هو اسم الدرس التقدير الدائري والقياس الستيني اعتقد مش راح الحاج ايش ماشي؟ بس انتوا عارفين القياس القياس على السريع هيك القياس الستيني ايش القياس الستيني؟ القياس الستيني ايش بيعتمد؟ القياس الستيني يا جماعة بيعتمد لو ان عندي دائرة هيك دائرة هيها هاي دائرة ماشي؟ هاي دائرة القياس القياس الستيني اللي انتوا عارفينوا يعني اللي هو ايش ثلاثين درجة اللي هو الدرجة يعني اللي هو ايش بيستخدام؟ القياس الستيني بيقسم لك الدائرة هاي هاي الدائرة مثلا تقريبا بيقسم الدائرة انتوا عارفين احنا حكينا احنا بنحكي بالدرجة يعني 90 درجة 180 درجة 270 درجة 360 درجة فالدائرة مقسمة لكم درجة؟ لتلتمية وستين درجة كيف يعني مقسمة لتلتمية وستين درجة؟ يعني لحد هون كان 90 درجة 90 لحد هون طب نصها خمسة واربعين هاي يجي خمسة واربعين خمسة واربعين مثلا لو كدنا تلت تلت الخمسة واربعين خمستاشر هون كمان خمستاش يصير هون كم؟ تلاتين شايفين الخمستاش هاي؟ قسم الجزء هاد لخمستاشر واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة خمستاشر جزء يعني تقسم الدائرة القياس القياس الستيني يقسم الدائرة لكم جزء؟ لتلتمية وستين جزء هاد القياس الستين اللي انتعرفينه اللي هو تلتمية وستين ايش الاجزاء تبعطها؟ الدرجة فيها ستين دقيقة الدرجة فيها ستين دقيقة هي الدرجة هاي هي درجة مثلا خمسة واربعين درجة طيب الدرجة فيها ستين دقيقة لو حكينا خمسة واربعين ومص يعني خمسة واربعين درجة وثلاثين دقيقة هيك الدقيقة يعني 45 درجة ونصف 45 ونصف طيب الدقيقة أربية كم ثانية 60 يعني لو بدي أحكي أنا زاوية قياسة 45 درجة و نصف درجة و نصف دقيقة كيف تتكلمين؟ 45 درجة و 45 درجة نصف درجة 30 دقيقة 30 دقيقة ونصف دقيقة 30 30 ماشي؟ إذا القياس القياس الستيني عيش بعد مد بقسم الدائقة كم جزء؟ 360 جزء كل جزء بدرجة هذا اسمه القياس الستين القياس الستين كمام؟ القياس الستين طيب مرة الجاية ان شاء الله بحكي لكم عن ايش؟ اللي هو التقدير الدائري الدائري متسهل جداً ماشي؟ واضحة؟ قياس الستينة على الحصة هاي إذا إحنا هون وصلنا؟ شو قدنا نحك المرة الجاية؟ على التقدير الدائري تقدير الدائري إحنا حكينا على هذه السمتين الدائري إيش بيقسم؟ كيف بيقسم الدائرة؟ مرة الجاية وقتين شكراً شكراً شكراً